مصر كلها ده انا مصر كلها انا كنت في سفر برا مصر. مصر كلها اتكلمت على ان سيراميكا ليها ضرب الجزاء. مصر كلها. اه اه. دي حقيقة. وحتى كمان. حتى لما الفيفا بعت وقال انها مش ضرب الجزاء برضي ضرب الجزاء. مفيش لايه. لا غير كده. انا بلاقي ان ما يكون في حاجة على الزمالك. فبلاقي ان الناس كلها بتحاول تثبت ان الكرة. اه. ضرب الجزاء مليون في المية عالزمالك. اه. بغض النظر هي ضرب الجزاء او مش ضرب الجزاء. مش دي قصتي. لكن في نفس الوقت ما يكون في حاجة على الفريق المنافس او نادي الاهلي. يتصدب اواطي شوية. يتصدب اواطي شوية. يتحاول تثبت ان الكرة ما فياش حاجة. لاني بكل اسف يعني. اه. كنت اخذوا انا مش بنتقد الزملاء لكن يعني بكل اسف يعني. اه. صوت الاعلاميين و و وحتى المحللين. الزمالكوات في كل القنوات صوتهم مواطي شوية. اه. يعني انا انا يعني انا ده شايف وده وجيت نظري. اه. صوتهم خافت شوية. اه. لما بيبقى في حاجة اللي الزمالك فيها يعني بيبقوا ايه محرجين معرفش ليه. اه. في حين ان المحللين اللي بيبقوا على النادي الاهل حتى لو الواحد سنه تسعين سنة. بيدافع بقوة ومش خايف وبيقول رأيه في. ويعني بيساند النادي الاهلي. اه. ما بيبقاش خايف. لكن المحللين الزمالكوات بحس انهم كيود شوية. لا ده ما ينفعش. محتاجين الفترة الجانية. لا تدفع النادي في الحق. محتاجش طلب حاجة. وده لك.